اهلا بكم على قناة ساينسي اس تي كي معاكم ميسي سلوان خلد لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة و لايك للفيديو وتفعيل الجرس تمام احنا النهاردة باذن الله هناخد لسن تو في كونسبت تو تمام انا عايز اسألك سؤال وفكر كده معاي Do all living organisms have the same food sources? يعني هل كل living organisms اللي عايشين معانا عن الارث بلانت بيأكلوا نفس الحاجة? لا طبعا فيه animals ممكن تاكل بلانت بس فيه animals ممكن تاكل بلانتو animal فيه animals ممكن تاكل animal بس يبقى احنا كلنا مختلفين تمام عشان كده احنا نقسم living organism can be classified into three groups هنقسمها three groups تمام هنقسمها على حسب ايه على حسب الفيدنج على حسب طريقة التخزين فاول واحد بنسميهم producer وثاني group بنسميه consumers consumers تالت نوع بنقول عليهم decomposer يبقى تاني producer consumer decomposer تمام تعالا نشوف مين هما الproducer قالك انه هما يعني ايه الكلمة دي يعني ايه اللي هما مين يعني هو اصدق اما هو اصدق انه هما ارغانيزمز ربنا خلقهم دول اللي بيعملوا اكلهم بنفسهم اللي هما زي مين شو يطلت اللي هما زي البلانت حلو جدا دلوقات البلانت ده محتاج energy دلوقات هو محتاج انه يعمل اكل بتاعه لان احنا عارفين الانيرجي دي بياخدها من ايه بياخدها من الاكل بتاعه جميل جدا انا هوفر البلانت ده اللي اللي احنا كل مرة بنقولها الووتر والكاربون ديوكسايد والسال لايت اللي هايخدها من السن حلو تمام بعد كده هيبدأ انه هو يعمل الاكل بتاعه في شكل ايه في شكل ده كده يعتبر ده يعتبر تمام يبقى البروديوسر دول هم عبارة عن ايه هم عبارة عن هي اللي بتعمل اكلها بنفسها ولا بتاكل حد ولا 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 بتاكل ولا بتاكل الانيمال لا هي البروديوسر دي ربنا خلقها ان هي اللي بتعمل اكلها بنفسها حلو كده تمام زي مين زي البلانت تمام تمام تعال بقنا اخد النوع التاني احنا عرفنا ان البرديوسر دول ارجنزمز ربنا خلقهم انه هما زي كان ميك اون فوت انه هما بيعملوا اكلهم بنفسهم ولا بيكلوا ولا بيكلوا انها بقى الكونسيومر العكس بقى. زير ار ارجنزمز زات ايت اذر ليفنج ارجنزم. علم عالكلمة دي. هو هما ايه هما ارجنزمز بيكلوا ليفنج ارجنزم تانية. تمام. ليه? to get their energy عشان ياخدوا الانرجي. because they cannot make their own food. لانهما بيقدروش انهما يعملوا اكلهم بنفسهم. يبقى كده نستنتج حاجة مهمة جدا. ان الكونسيومر الكونسيومر عكس البرديوسر. تمام? تمام. قال لك بقى احنا الكونسيومر دي بقى هنقسمها ل three groups. primary consumer. primary consumer. من هما ال primary consumer? قال لك انهما there are animals that a plant. ايه ده? يعني ال primary mues. ال primary consumer دول دول بيكلوا بلانت بس? ايوة. طب زي مين مسلا عشان نفهم. زي ال insects. ال insects دي بتاكل ال plant. فاحنا بتقول عليهم ايه? primary consumer. هي مش ال insect دي كده. تعتبر ان هي بتاكل living organism تاني? صح و لا. يبقى ده كده consumer. لقلنا عليها primary لان هي بتاكل بلانت بس. خلاص? تمام. النوع التالي بقالهم ايه? secondary consumers. secondary consumers. من هما بقى secondary consumers? there are animals that eat primary consumer. يعني هما animals بس بيكلوا ايه? بيكلوا primary consumer. يبقى secondary consumer. دول animals بيكلوا مين? بيكلوا primary consumer. زي ايه مسلا شايف ال bird ده? ال bird ده كال ايه? كال ال insect. طب ما ال insect دي تعتبر ايه? شاطر primary consumer. يبقى نستندك حاجة مهمة جدا. primary consumer بيكل بس. حل? secondary consumer ده بيكل مين? بيكل primary consumer. تمام? فضل لنا برضو نوع تاني من الايه من السكندري. نقول لك ان هما three groups. تمام? تعالوا نشوف منهم. اسمه ايه ده? اسمه tertiary. tertiary consumers. يبقى consumers divided into three groups. primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers. من هما الترشياري consumers? فكر كده معايا ممكن هما يكلوا ايه? ايوة. there are animals that eat the secondary consumer. يبقى tertiary consumers دول اللي بيكلوا ايه? دول اللي بيكلوا secondary consumers. خلاص? قال لك ان tertiary consumers are often large meat eating animals like crocodiles. بيقول لك ان معظم الترشياري consumers بيبقى هما من اكلات اللحوم. زي مين? زي الكروكوديل. تمام? طب تعالى نشوف اللي بعمل. يبقى تعالى كده نراجع نراجع تانية اشان لو انت ايه? في حاجة واعت منك تاني. يبقى احنا كده عايزين نقسم living organism هنقسمها ل three groups according to على حسب الفيذنج. تمام? اول نوع بنقوله عليهم البروديوسرز. دول ما لهم? دول اللي هما زي البلانت. دول اللي هما can make on food. اللي هما بيقدروا يعملوا ايه? يعملوا اكلهم بنفسهم. حلو. هناخد النوع التاني اللي بنسميه consumers. مين هما consumers دول ربنا خلقهم انه دول كائنات living organism eat other living organism. انه دول بيكلوا ارجانيزم تانية. تمام? دول مين? الكونسيومر. تاني تالت نوع ده اللي هنتكلمه عليه في السلايد اللي بعدها اللي بنسميه decomposers. يبقى بريديوسر consumers decomposer. تمام? وقسمنا الكونسيومرز ل three groups. primary consumers. ال primary consumers اللي بيكلوا ايه? دول اللي بيكلوا ايه? دول اللي بيكلوا ايه? دول اللي بيكلوا السكندري كونسيومرز. تمام? يبقى احنا كده عرفنا living organism ما قسمناها ازاي? فاطل هنتكلم دلوقتي حانا على تمام? تعال بقى ناخد اخر نوع اللي بنسميهم ايه? بنسميهم قال لك ان هما يعني يا ميس الكلام الغريب ده. يعني دول دول كائنات ربنا خلقهم. تمام? بيعملوا ايه? بيدغزوا بس على على الحاجات الميتة. مثلا لقوا مسلا اه حيوان مسلا ميت هما بقى بيدغزوا على الحاجات الميتة. اي حاجة ميتة بيدغزوا علي. طب احنا يا ميس بنستفاد ايه من الكلام ده اكد لها فايدة. قال لك ايوة. يعني ايه الكلام ده? يعني دولوقتي دولوقتي ال الديد ارجانزم زديد وتعتبر حاجة دول بيعملوا ايه? بيعملوا او بيعملوا بيبتد ان هما يدغزوا علي. فيبتد ان هما يفكوا الحاجات دي لسمول بارتكولز. تمام? الحاجات دي اللي هما النيوترانز. النيوترانز دي بتيجي بقى ايه? ترجع تاني للسويل. تمام? فتيجي السويل بقى تبقى مليانة بالنيوترانز. تبقى لك زي مين بقى تديكم بوزر? زي الفانجوي. زي البكتيريا. زي الورمس. زي الميلابيتز. دي اسمها ايه? اللي فوق الوش ده بنسميه فانجوي. بش انت بتلاحز مسلا مسلا ان انت مسلا بتكون سايب مسلا عيش. اه عيش مسلا فترة فترة كبيرة جدا من الوقت وتلاقيه ان هو شكله تغير فوق الوش كده. في حاجات تلاقيها مسلا انها جري يلو اه جرين فوق الوش كده صحة ولا? تمام? الحاجات اللي فوق الوش ده بنسميه ايه? بنسميه تمام? ده اسمها ايه? ده الورم. يبقى لديكم بوزر زي الفانجوي. زي البكتيريا والوورمس. دي الورم. تمام? دي بنسميها الميلابيتز. تمام? قال لك بقى في حاجة مهمة لازم تعرفها جدا. قال لك ان الورم والميلابيتز اللي اتنين دول. يعني وليكن مسلا اللي اتنين دول اتغزوا على ديت ارجانيزمس. حل? تمام? مش دول مسلا مش دول كالو يبقى كده هيطلع اللي يلبب به يعني. تمام? الوست ده بيكون مليان ايه? مليان صحة ولا? تمام. هي دلوقتي النيوترانس دي هتكون لها فائدة مهمة جدا للسويل. قال لك ان هي بتساعد على يعني ايه الكلام ده? يعني ايه يعني النيوترانس اللي موجودة في الوست الوست برودكت اللي من اللي جاية من الورم والميلابيتز. دي بتزود من خصوط التربة. يعني ايه برضو يا ميس. مش احنا السويل دي السويل احنا بنزرع يعني بنستخدم عشان نزرع عليها. صح ولا? تمام? البرودكت اللي هيطلع هيكون بتاعته عالية جدا. يعني هيكون كويس جدا. تمام? تمام? تاني حاجة ان هي الكمية اللي احنا بنزرع فيها في السويل دي هتطلع لكمية وفيرة جدا من البرودكت. تمام? يبقى. نبقى نعيد تاني. يبقى لديكم بزرع دول عبارة عن ايه? عبارة عن انه هما انه هما بتعمل او بتعمل او بتعمل 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 بتاكل بس تمام? ايه الفايدة بتاعتها? ان هي بتعمل ايه? بتعمل بتعمل بتخلي بتخلي ترجع تاني للسويل. تمام? طب زي مين? زي الفانجاي, البكتيريا, الوورم, الميلابيتز. تمام? قال لك ان الوورم والميلابيتز بيتطلع الوست دي مليانة بالنيوترينز. النيوترينز دي فاكدتها بتعمل ايه? ان هي بتزود من خصوبة التربة. وفهمنا يعني ايه? تمام? يبقى احنا عارفنا احنا كده قسمنا وعرفنا كل واحد بيكل ايه? ركز بقى معي في الحتة دي. دلوقتي ده ده عشان محتاج ان هو يحصل له محتاج ياخد من اللايت ايه. زي ما اخذنا في كونسبت وان. طبعا وهيبدأ ان هو يعمل الفوتو سانس بروسس. تمام? ده 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 لو انا اوفرت له كل تمام? دلوقتي الماوس ده جعين عاوز يأكل. هيجي يأكل ايه? هيجي يأكل ده. تمام? يبه هو هياخد من الانيرجي? صح ولا اا? تمام? هيجي ده هو جعين. عاوز انيرجي. تمام? الانيرجي دي هياخدها من ايه? هياخدها من الفوت. هو هيكل باقي هيكل الماوس. هيابتد ان ان الانيرجي هتبدأ الانرجيل من الموس للسنيك بيرفكت تمام الايجيل بقى نفس الكلام هو جعين هيجي هيكل ايه? هيجي الرأمق للسنيك تمام دلوقتي فيه الانرجي هتبدأ الانرجيل من السنيك للايه للايجيل انت ملاحظ هنا ايه يا ميس انا ملاحظ من من دي ان الانرجيل بدأت الانرجيل من من الم dedicated وان � custom education أها بالضبط اللي انا عايزة اقلولك найти الفوتشين � g- race عبارة عن ايه It's a model that shows one linear set of feeding relationships and movement of energy between living organisms دي بنسميها ايه بنسميها الفوتشين هي بتبقى عبارة عن one linear بتبقى سلسلة واحدة بس بتبقى فيها group of living organisms اللي بيحصل فيها ده group of living organisms اللي بيحصل ان الانرجي بدأت ان تتنقل من one organism to another organism تمام تمام فبيقول لك هنا ايه the energy from the sun best to green plant then to the mouse and snake and finally to the eagle يعني ايه كلام ده يعني بيقول لك ان الانرجي بدأت ان هو البلانت لما خدها من الصن بدأت ان هي تتنقل من ايه من البلانت من الماوس للسنيك للإيجل لانا لسه ايلا دلوقتي حالة يبقى كده ان نأكد على معلومة جيدة معلومة مهمة احنا خدناها في لسن 1 ان الصن is the primary source of energy or living organism صح ولا اه تمام فبيقول لك هنا the green plant can make its own food using the sunlight well animal like mouse, snake and eagle cannot the plant, the plant بيقدر ان هو يعمل اكله بنفسه انما الماوس والسنيك والإيجل لا طبعا صح ولا اه تمام كل واحد بيعتمد على التاني في ان هو يأكله عشان ياخد الانرجي بتاعته except ما عدا البلانت لا البلانت هو بيعمل اكله بنفسه طبعا لو انا وفرتنه sunlight تمام احنا خدنا 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 في الاول حلقة خالص اللي احنا اسمنا living organism اللي هما من producer ايوا consumer ايوا decomposer تمام فانا هبتدي بقى ايه من الفوتو تشين دي انت هتبتدي تقول لي اني واحد فيها بقى producer والكون consumer فانا عندي البلانت ده البلانت ده ايه producer لانه دول بيعدروا انه هما كان make on food انهم بيقدروا يعملوا اكلهم بنفسهم صح ولا اه ولا بيأكلوا انيمال ولا بيأكلوا بلانت تمام دول بنسميهم الفرست لينك يعني الفرست لينك يعني لازم اي فوتو تشين عشان تبدأ لازم يكون عندي ايه لازم تكون في بدايتها لازم يكون فيها producer اهو دي البداية بتاعتها لازم تكون start with producer حلو جدا الماوس ده يعتبر ايه؟ يعتبر الميز consumer تمام اي واحد بقى من consumer primary consumer لان الماوس ده cal plant والplant ده اللي هما primary consumer تمام قال لك ان الماوس ده بيقانهم secondary link يعني المستوى التاني يعني لازم عشان اي فوتو تشين اه انها تبدأ لازم انها تبدأ بالproducer اللي هما first link وال secondary link اللي هما اللي هما consumer عمتها تمام تمام السنيك ده برضو consumer بس اني واحد secondary consumer ليه لان secondary consumer دول دول اللي هما في الاساس بياكلوا primary consumer ايوة ميز دول اصلا الاسنيك ده راح كان الماوس والماوس ده اصلا كان plant اللي هو اساسا primary consumer تمام الايجل ده قال لك برضو طبعا ده برضو consumer تمام اني واحد مني consumer اللي هي tertiary consumer لان tertiary consumer بياكلوا secondary consumer أيوة صح الايجل ده هو كاللسنيك تمام اخر حاجة بقى اكيد 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 ان البلانت والانيمال دول مش هيفضلوا عايشين اكيد هيجي في مرة ان هما هيموتوا صح ولا اه فبيقولك هنا يعني ايه يعني بيقولك ان الايجل ده اكيد هيجي عليه فترة هيموت صح ولا اه تمام هيبدأ ان هما الارجانيزمس اللي هما الديكمبوزر هيبتدي ان هما يعملهم ايه يعمل الايجل ده ويبتدي ان هما يضغزوا بقى عليه تمام اللي هيحصل ان فيه نيوترينز وفيه انرجي هتبدأ ان هي حصل لها ان هي هترجع تاني للسويل يبقى ده اللي بنسمي ايه بنسميه الفوتوتشين يبقى تاني تاني لازم عشان اي فوتوتشين تبدأ لازم انها تبدأ بثلاث حاجات لازم يكون عندي حاجة اسمع الفيرست الكون اخر sus الاخيرا الفيرس والأخيراب هم أكيد هيموتوا في الاخر تمام تمام لازم تبدأ تفرع بينهم حاجة اسمعها البري وحاجة اسمعها البريدور تمام طب نفرق بينهم اول حاجة بمثال ده الانه ده السنيك حلو جدا مين هيكلوا اللي هو الهوق تمام جدا دلول وقت ده الهوق ده بنقول عليه ليه قلت عليه لان ان الهوك ده هو كالانيمال تاني. كالانيمال ده عشان يقدر ياخد الانرجي بتاعك. طب يقول لك انه هو عبارة عن ايه? اني كونسيومر ذات هانتس انت ايتس. اناثر انيمال ايس كولد بريدوتور. تمام? يبقى هو ده عبارة عن انه هو انيمال بيأكل انيمال تاني عشان يقدر انه ياخد الايه? الانرجي بتاعته. تمام? قلنا من بقى البري? البري قالك اني انيمل ذات از انت ان ايتن باي اناثر اناثر انكمل يعني هو عبارة عن انيمال حد تاني و 내�حكله. اللي هو من? اللي احنا بنسميه. اللي هو الحل الإحنا خدنا كلمتين دول السنة اللي فاتت في جريت فور. خدنا يعني ايه بري وخدنا يعني بريدوتور. تمام? يبقى Бريدوتور اللي هو الانيمال اللي هو بياكل انايمال تاني عشان يقدر ياخد الايه? عشان يقدر ياخد الانرجي. تمام? انما انما البري ده هو اللي في انيمال بيجي ياكله بقى. تمام? تمام. طبعا احنا كده اعتبر اللي احنا خلصنا لو في اي حاجة مش فاهمة اكتبالي تحت في الكومنت. آآ تحت وصف الفيديو بنكون في لينك التليجرام آآ عشان تنضم لينا لانه بينزل علي كل الملخصات وكل المراجعات آآ والدروس بالترتيب الصحيح. تمام? تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.